تتواصل احتجاجات الشعب الايراني في مختلف محافظات ايران المطالبة بالتغيير النظام وتزامنت هذه المطالبات الشعبية مع مطالبات نخب سياسية في البلاد لمحاسبة المرشد الايراني علي خامنئي الذي يتستر على عمليات الفساد وتمويل الميليشيا المتطرفة في العراق والسورية ولبنان ودول اخرى في الشرق الاوسط وتستمر الاحتجاجات رغم المحاولات للقمع والتعذيب والممارسات الاجرامية التي ينتهجها النظام في تعاطي مع الاحتجاجات منذ اندلاعها وهو ما ادى الى مواجهات محتدمة تعامل معها النظام بالرصاص الحي والاعتقالات التعسفية المستمرة بشكل يومي رغم المطالبات الدولية بالافراج عن المحتجزين وايقاف هذه الممارسات الاجرامية ترجمة نانسي قنقر